أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لما به من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة فضلا عن قاعات العرض التي تستخدم أحدث أسليب وتقنيات العرض المتحفي وخلال اجتماع لمتابعة جاهزية المتحف للافتتاح أشار مدبولي إلى أهمية إضافة اللمسات الجمالية للمنطقة المحيطة بالمتحف وكذا جميع الطرق المؤدية إليه لافتا إلى أهمية إقامة عدد من الفناضق العالمية في منطقة المتحف المصري الكبير والاستفادة من وجود مطار سفينكس في جذب أكبر عدد من السائحين من مختلف أرجاء العالم